اكدت سعادة السيدة فاطمة بن جعفر الصير في وزيرة السياحة الحرصة على تعزيز التعاون السياحي مع سلطنة عمان الشقيقة في اطار البرنامج التنفيذي لمذكرة التفاهم حول التعاون السياحي والتي جرى توقيعها في اكتوبر الماضي جاء ذلك خلال زيارة قامت بها الوزيرة لجناح سلطنة عمان بمعرض برلين السياحي الدولي حيث عقدت اجتماع عمل مع معالي السيد سالم بن محمد المحروقي وزير التراث والسياحة بسلطنة عمان الشقيقة وجرى خلال اللقاء التأكيد على اهمية العمل المشترك من اجل استثمار الفعاليات السياحية الكبرى للترويج للقطاع السياحي في كل البلدين وجذب المزيد من السواح والزوار وعقد المزيد من الشراكات مع جهات وشركات سياحية وسفر حول العالم كما اكد اللقاء الحرصة على استثمار العلاقات الاخوية العريقة بين مملكة البحرين وسلطنة عمان الشقيقة من اجل تفعيل العمل المشترك في قطاع السياحة والثقافة والتراث ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر